هل يجوز للمسلم بعد الانتهاء من الوضوء ان يستخدم المنديل او الفوطة عشان ينشف اعضاء الوضوء او يجففها ام لا يجوز وهل ده بيزود الثواب او ينقصه ام لا تابعون انا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل انسان دعم المحتوى عشان يوصل للاخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر الموجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وانه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتو السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس بتبقى حريصة على الثواب حرص شديد جدا لكن البعض التاني بقى من شدة الحرص بيصل لدرجة الوسواس او بيبقى يعني الامن كل حاجة بيعملها وده امر يعني وان كم محبوب احيانا لكن ممكن يوصل لدرجة المغالاة والتشدد احيانا اخرى فمسألة اننا انشف الاعضاء انشف الوجه او اليدين او الرجلين بعد الانتهاء من الوضوء اختلف العلماء فيها على رأيين القول الاول قول جمهور العلماء قالوا الامر مباح وجائز ولا شيء فيه يعني لو عايز تجفف الاعضاء تجفف ايديك ورجلك ووشك لا بأس في ذلك عايز تسيبهم كده تتقاطر منهم الماء برضو لا شيء في ذلك ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم او المنع ده الرأي الاول اللي هو رأي الجمهور اما الرأي التاني قالوا لا الامر ده مكروه انك تجفف الاعضاء او تنشفها بعد الانتهاء من الوضوء ده مكروه واستدلوا بحديث السيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوما والمرد بالغسل هنا الوضوء اغتسل فناولته منديلا منديل زي كده عشان النبي يمسح به فرده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اخذهش منها وجعل يقطر الماء بيدين يعني ينفض الماء ينزل بيديه كده من نفسه والكراهة هنا كراهة تنزيهية وليس كراهة تحريمية يعني حتى لو عملت ده ليس عليك اثم لكن الرأي الصحيح هو الرأي الاول ورأي الجمهور اللي قاله بالاباحة والجواز وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد المنديل مش معناها انه مكروه ولا حرام لان ترك النبي لا يدل على الكراهة او التحريم وكمان السيدة ميمونة لما نولت النبي المنديل معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه يستخدم المنديل وإلا ما كانتش اصلا حتناوله المنديل علشان يمسح اعضاؤه او يجفف الاعضاء بعد الوضوء دي كده اراء العلماء قدام حضرتك اختار ما شئت لكن لو عايز الاولى والافضل انك لا تجفف خاصة ان لو ما فيش برد شديد او ان وجود الماء على اليدين او الرجلين او الوجه لن يضرك في شيء طب ليه الافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ان المؤمن او المسلم اذا توضى واسبغ الوضوء وغسل وجهيه خرج من عينيه كل خطيئة نظرت اليها عيناه مع قطر الماء او مع اخر قطر الماء يعني كل نقطة مية حتنزل اثناء الوضوء او بعد الوضوء بتنزل معها زنوبك وقال ايضا فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشطها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء واذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ده ذنوبك كلها بتخرج مع ايه؟ مع المية اللي بتتساقط منك بعد الوضوء او اثناء الوضوء فده الافضل من وجهة نظر لحضرتك لكن لو حابب تنشف ما فيش مشكلة حابب تترك التكفيف برضو ما فيش مشكلة المهم انك تتوضأ وضوء صحيح تتوفر فيه الاركان والشروط والسنن عشان تأخذ ثوابك كاملا وتدخل الصلاة وتصلي وتبع حققت شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة الكاملة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم اللهم امين والسلام انا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل انسان دعم المحتوى عشان يوصل للاخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر اللي موجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وانه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتون اشتركوا في القناة